طيب هنشوف فيديو للكابتن طارق يحيى والكابتن ايمان عبعزيز في قناة الزمالك ايضا عن القرعة وحنشوف هي دلوقتي موجهة طب قبل كده كانت ازاي نشوف الكابتن طارق يحيى في قناة الزمالك اي حاجة موجهة فيها ظلم وفيها ظلم كبير بالنسبة لكل الناس كل المنافسين مش بالنسبة لحنا احنا دلوقتي بنتكلم انا عارف انا قلت يا ايمان قبل ما تكمل كلامك انا قلت يا جماعة انت وجهت القرعة الاهلي في حتة والزمالك في حتة ماشي اوكي الزمالك عنده بيرامز مصري اسماعيل الاهلي عنده كذا كذا حتى لو الاهلي اللي عنده اسماعيل بيرامز كنت هقول كذا كنت هقول برضو ظلمة لانها حاجة موجهة كبير انا ما حبش الحاجات الموجهة بصراحة ايها في الاخر قرعة لازم كلها تختار ولي اي حد يلاب حتى الزمالك والاهلي لو لعبوا بعض في الدور اللي جاي ما فيش مشكلة ايه المشكلة يعني ما بحبش الحاجات الموجهة طول ماها المصلحة الا لما تقول المصلحة يعني ومين قالك ان دي مصلحة يا جماعة ما احنا قلنا لكم الفرق اللي اتواجدت مع الااهلي اللي انتو شايفينا فرق من الدرجة التانية دي اقصد فرق خطيرة جدا فرقه والاتحاد وفيوتشر من اقوى فرق الدور السنانية دي يعني دول طلعوا الكاس بيطلع على الفرق كده زي ما الاالي كان بيطلع بلكدة ما مرة من 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 الأسيوتي ومرة كان بيطلع لكن هولتوا اكتشفتوا فاجأة أن الأول الأورعى موجهة في الأول والتاني فقط أن الخط أول الدوري والتاني الدوري رؤوس مجموعة ما يتقابلوش غير في النهائي ما فيش فرصة أنهم يتقابلوا غير إذا وصلوا للتنين النهائي لو واحد يطلع منهم يبقى التاني بيكمل ودي اتعاملت علشان الرعاء اللي بيدفعوا فلوس هذه المصابقة للاتحاد كانوا عايزين يضمنوا المصابقة قوية وتقدر تتروي وخصوصا أنه ما يبقى طرفي النهائي أو طرف منهم على الأقل هو البطل يبقى فرصة نلعب السوبر وتبقى بطولة جديدة قوية الكلام ده ليس له معنى إلا أنك أنت كنت بتضحك علينا وعلى نفسك السنين اللي فاتت دي شايف أن النظام غلط بس أنا باستفيد منه أتكلم ليه هي المشكلة لما أنا ماستفيدش أروح مجرجر الدنيا كلها في طريقي والناس اللي مش متنبهة النهار ده لما الفريق حينسحب ما الفريق التاني حيخش بهاي مش هتتلاغي وإلا إذا اتلاغت البطولات نتيجة التهديدات مفيش بطولة حتكتمل أساس إبراهيم طيب الإصرار على أنه أنا ما بحبش الموجهة والموجهة دي صعبة شوية مين قال إنه دي موجهة؟ أنتوا بتستخدموا ألفاظ خطئة جداً يعني خلينا ضبط المصطلحات شوية مين قال إنه دي قرعة موجهة؟ أنت عشان تبني قرعة بتعمل إيه؟ لازم أن تحدد رؤوس المجموعات طب عشان تحدد رؤوس المجموعات تعمل إيه؟ لازم أن يكون عندك نظام الفيفا عنده هذا النظام الكاف عنده هذا النظام لازم أن يكون عندك معيار على أساسه تبني المجموعة المعيار العادل أن أنت بتاخد الترتيب بتاع الدوري آخر سنة أيا كان هو مين؟ قلتلكوا لما كان الآل والإسماعيل تحطوا رؤوس مجموعات كان الزمالك والآل تحطوا رؤوس مجموعات فهي مين قال بس أن دي موجهة؟ وإنبي لما كسب لا إنبي كسب الكاس تفكرتني بإنبي طب هي ما كانتش موجهة قوي الأورعة بتاعة البطولة الحالية اللي لسه مخلصتش اللي الزمالك صمم أنها تستاكمل عارفين إن الأورعة ديت لو أنتوا بصين على ميزان القوة بقى قالك ما أنا معايا بيرامدز يا مولانا ده أنا لسه مبارح ملاعب بيرامدز في الوقت اللي أنت كنت بتلاعب أسوان هو فيه إيه؟ كنت بلعب أمبي اللي معاك دلوقت وقت ما أنت كنت بتلاعب الداخلية يعني الدورين بالضبط الآهل بيلعب بيرامدز وقابلها لعب مع أمبي الزمالك لعب أسوان وقابل منه الداخلية واللي اتنين في الدرجة التانية هل ده كانت أورعة ولا فير ولا أمفير وبعدين هتروح بعيد ليه؟ حتى في البطولات اللي المهانس عادلي بيشير إليه عارفين أغرب بطولة كاس أغرب بطولة كاس بجد موسم 2006-2007 بتاعت المقولين؟ بتاعت الأهل والزمالك فاينال أربعة ثلاثة جول بتاعه سامو حسن دي أغرب بطولة كاس في تاريخ هذه المسابقة الأعرق في تاريخ القرى الأفريقية لأنه انتم متخيلين وصيف الكاس اللي هو الزمالك خسر من اللقاء الأربعة ثلاثة وعمل مباراة عمره مباراة من الفرقتين كانت نموزك الحقيقة تعرفوا أن الزمالك وصل الفاينال من غير ما يلاعب فرقة واحدة في الدور الممتاز اللي دلوقتي بنتكلم بقى على العدالة وعلى التوجيه الزمالك بدأ البطولة وقتها فاز على الدخلية في دور الـ 32 1-0 طلع من الدخلية لعب مين لعب بانسويف كسب 9-0 خلص بانسويف رح طلع عدلتا لعب المنصورة كسب 3-0 خلص في المنصورة افتكر أنه في فرقة في الصعيد اسمها بترول أسيوت رح رايح كسبها 1-0 ثم لعب الأهلي انتم تخيلين يعني دخلية بانسويف المنصورة بترول أسيوت قادي الأربع فرق درجة تانية ثم تلعب الأهلي في الفاينال هل الأهلي لما لعب الزمالك في الفاينال قال الزمالك إيه اللي انت لعبته ده دي مش قرعة دي موجهة لا هي انت ارتضيت نظام هي دي الفكرة انت مدام فيه نظام وارتضيته فهو علي وعليك وعلى كل المنافسين لكن أوصل لمرحلة أن أنا أشكك في كل حاجة والإحاء والإعاز لبقية المنافسين إلحقوا اعترضوا وأنا معاكم فيوصل الأمر أن المهند السياحي الكومي رئيس النادي الإسماعيلي بشكل غريب جدا يهدد بالانسحاب طبعا الانسحاب حق مكفول لأي حد بالمناسبة الانسحاب ملكاس ممكن يكون مفهوش غراماته ولا حاجة لأن المشاركة فيه مكفولة لكل فرق للاتحاد أعضاء الجامعية الأمومية الأندية للدرجة التالتة والربعة مدام عضو بيدفع خمس تلاف وبيشارك أو كانت خمس تلاف ربما زادت بس هو في النهاية الكاس بطولة مفتوحة للجميع نشوف المهند السياحي الكومي بعد إجراء الأرعى أسباب الانسحاب فن بص فيهدو كده مخالفة لكل القواعد قواعد الفيفا أولا يعني مفيش تكابة خرص أول مرة نسمع أن النبيين كبار طبعا على عيني وعرافلي ما يتقابلوش في كاس الثماني أو كاس الثلاث طب ماريان ماذيبي قابل برشلونة في نفس الكاس لدرس ١١ عادي أبعد رسالة لرئيس أو الرئيس التنفيذي للتحاد طولة القادمة يقول القرار كده لما يقول القرار كده أنا أطعن عليه لماذا لماذا يحط الأهلي والزمالك لماذا عليهم ريشة يعني 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 القرى عجابة برضو عشان تيعرف التوجيه القرى عجابة الأهلي مع المقافة برضو ما أعرفش الكاملات ما تقوليش أنا ما أعرفش كلهم كل الأنبياء كانت معترض أخلي بالي وبعدين ده نقطة ثانية فيه ظلمة بي شمعنا المباراة تلعب في القاهرة ليه مش معنى أنا عايزة أوضح بس نقطة بشموندس إنه هو مش حاطت الأهلي قدام الزمالك هو حاطت أول الدوري قدام تاني الدوري وتالت الدوري في حتة ورابع الدوري في حتة هو عشان يبقى الأهلي والزمالك يتواجهوا في الآخر أنت مش وقد بقى لك السبب إيه ما ده اللي بقولك ما تجيبه الأهلي الزمالك على طول وإلعافك ما هو عملها ترتيب مش أسالي هو لما يبقى الأهلي يترشح بطريقة أخرى والزمالك يترشح بذية أو أخرى وحتى في المجموعة الثانية مش هيقابلوا بعض برض هيحطوا في مجموعة وخلاص يعني إيه السبب يعني إيه السبب قلنا السبب إنه زي ما الإسماعيلي اتحط على رأس مجموعة في 2009-2010 والأهلي على رأس مجموعة في 2009-2010 والزمالك كان السادس فطريقه جي في طريق النادي الأهلي والتقية في دور الستاشرة في أول مباراة لا دي السبب إذا كان السؤال كده طيب من سنتها لحد اليوم لم يعترض أحد على فكرة ماشي ممكن يكون موانسيح يكون مش شاف إن ده مش فيه هو ومن وآخرين ومالوا السنة الجاية مش اللي إحنا فيها دي بقى السنة الجاية ما توفقوش على النظام ده لكن إنت جالكم النظام وتبلغتوا بيه وتبلغنا بيه وكل الناس بما فيهم الأهلي يعني افرد إن الأهلي والزمالك ترتيبه ما كانش أوله وتاني والأورحة راحت التاني مثلا كان لإسماعيلي تاني وراحت الأورحة حتى الأهلي والزمالك في أول ماتش ما حيلعبوا ما حصل كده كان أول ماتش دور السلطات بالزبط بين الأهلي والزمال بالزبط ولعبوه فالقصة شوف أنت الترتيب السنة اللي فاتت وترتيب السنة دي المقصة في رامي شوليل أفضل حلقة من الإسماعيل لا يعني الترتيب قريب ويمكن المقصة سابق سنة واخد بالك السنة دي الخصوص فلما يجي في طريق الأهلي خدمته فيه الغرابة يعني يعني زي ما أنت رحت مع الإسماعيلي مع الزمالك أنا أرجو طبعا كل نادي حر لاتخذ ما يرام أنا بس بتكلم على فكرة أن أنا أفجر قضايا تبدو عن عنوانها عادل ولكن مش هدها سريالي لأنك ما تشعر في الغرض أنك تخبط في إيه حقيقي يعني وبعدين الأهلي ماله بتجيبوا سيرة الأهلي ليه ده في عدو مجلس تضارب في النادي الأهلي في النادي الإسماعيلي وهو بيطعن على عدالة القرعة بيقول لك والأهلي بتحسب له ضربات جزاء مع أنه هم مش في طريقه ينعي ابن مصلح سعالي مع أنه مش في طريقه يعترف لو في طريقه يعترض ويقول لك يصل الأهلي ويروح أهلي الجملة دي أنا مش فاهم فيه إيه يا جماعة الله الوضع بالنسبة لي شديد الشخبطة واللخبطة والسيريالية على الفكرة من الناس اللي تكلمت وش في الموضوع ده كابتين أحمد حسان ميدو نسمعه حصل ضجة كبيرة جدا جدا بعد القرعة علشان الإسماعيلي وقع مع الزمالك طب ما السنة دي القرعة النادي الزمالك بيلعب أسوان في السيمي فاينال والأهلي بيلعب بريمتز في دور التمانية هي القرعة جات معا كده على حسب التصنيف بتاعك نفس القرعة النهاردة الإسماعيلي وقع مع الزمالك طلع بيان الإسماعيلي يعلن سحابه من كاس مصر اعترانا على القرعة الموجهة ده كلام يا جماعة مش حقيقي والقرعة مش معمولة لصالح أندية معينة هو الحظ جي كده الزمالك علاب الإسماعيلي مفيش مشكلة انت بتتكلم على الإسماعيلي السنة اللي فات الترتيبه في الدور الكام يا جماعة التلتاشر على الدوري انت متوقع في القرعة طوع مع مين مع دي كرس ولا ممكن طوع مع الزمالك وبيرامدز ولا أهلي ممكن طوع مع الفرق دي زي ما الزمالك قاعد فترة مثلا ملغبط في بطولات أفريقيا كنا بنبدأ من دور الاربعة وستين مش هشا خاطر للتعالي الأفريقي وقتها كان مستقصدنا لا لأن كان نتائجنا في المواسم السابقة كانت نتائج سلبية قلولي يا جماعة عشان ما حدش يضل الجمهور الإسماعيلي جمهور الإسماعيلي بيمشي ورا الكلام ده فالكلام مش مصبوط ما بالعقل مش بيقولوا باين إذا كان المتحدث مجنون فالمستمع عقل صح? هو كده كابتن ميدو شاور على حاجة مهمة جدا وشديدة الخطورة إنه بقى أنا كل توجهي إن أنا خطابي المستمر للجماهير لأن خطابي للجماهير أنا بنقل المرارة وشعور بالظلم الغير حقيقي والغير موجود إليها فتبتدي يتكرس عندها هذا الشعور وتبقى لا عارفة تستمتع بكرة القدم ولا بفرقتها والعارفة إنها تعيش حياة طبيعية بالعكس بيولد عنف بعد كده كلنا بنتحمله لأن شعور بالظلم الزائف طبعا بيوصلك إنك تاخد قرارات مش صح طبعا وبعدين الأرعى الموجهة هي موجهة ها أنت بتاخد التوجيه الوحيد إنك بتاخد الأول في الدوري على رأس مجموعة والتاني في الدوري على رأس مجموعة وقد استفاد الإسماعيلي تحديدا من هذا النظام لحد أما تحط الأهلي على رأس مجموعة وهو على رأس مجموعة وكان في طريقه لحد ما وصل للسيمي فاينال وخسر من حرس الحدود والأهلي وصل للسيمي فاينال وبعدين حرس الحدود كسب وضربات الترجيح وخد الكاس حتى الكاس مش مضمون طيب هو الإسماعيلي في الدوري في الكاس اللي فد خرج من مين؟ بيترو جيت من بيترو جيت اللي الأهلي حلعب يعني لو الإسماعيلي كسب كان سيلتقي الأهلي والإسماعيلي في الدور قبل النهاء طيب في فرقة عملت مفجأة والأهلي طلع من الأسيوط قبل كده يا جماعة هي 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 العصفورة والله ما هي إلا العصفورة الهدف إنقاذ الإسماعيلي من بطولة الدوري لا إزاي نقدر نعمل شوشرة عشان نبوز الدوري عشان محدش يهبر خدوا بالكم خلينا دي نقطة مهمة أستاذ الراقيم ده بيتكلموا دلوقت إيه إلغاء نشاط الكروي الموسم ده كارسة علشان القرع اللي مش عقباه يعني بتبان أسباب كل شوية الغرض إيه يعني قبلة الدخان دي بتخاب بإيه في الآخر